طيب ده فيما اتعلق بمباراة الغد تعال لي بقى في ايه؟ في كم جزئية فيها؟ انا في الحقيقة عندي حالة من الاندهاش حالة من الاندهاش كبيرة اوي 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 ايه السبب؟ مندهش ليه يا عم؟ انا مندهش بصراحة من كم الاخبار السلبية اللي بيحاول البعض يطلقها على النادي الاهل مندهش من كم الازمات اللي بيحاول يخلقها البعض للنادي الاهلي يا جماعة هل معنى هل معنى ان نادي يكون عنده ازمات ومشاكل ربنا يوفقهم في حلها فلازم ان انا كمان اخلق للاهلي ازمات يعني انا ما ينفعش ان انا اطلع اقول اصل مثلا نادي سين عنده مشاكل كذا 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 فعشان اعمل توازن اقولها اصل الاهلي كمان عنده اصل بيتسو المسلمان احتمال يمشي اصل مش عارف محمد محمود عامل ازمة اصل مش عارف مين يتخانق مع مين هل ده منطقي هل ده الصح حالة التوازن دي لازم تتعمل لازم مش ضروري يا جماعة لو الاهلي عنده ازمة حقيقية اقوله الاهلي عنده مشكلة في الفرقة بيطلع يعلنها ما فيش ما عندهش مشكلة خالص زي موضوع كهرباء هنستشد بيه دايما لان ممكن اي حد تاني كان يقولك لا يا عم تخبي مش مهم تتكلم عن كهرباء مش مهم تقول ما فيش مشاكل لا الاهلي ضغري صريح في الحاجات دي كهرباء ساعتها عمل مشكلة اه عمل مشكلة وتعاقب بكذا كذا 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 فلو فيها ازمات يا جماعة والله هنقول يعني